عمالة الاطفال ظاهرة قديمة متجددة من ضمن الظواهر الشاذة التي يشهدها العراق حيث اشار مراقبون الى ارتفاع ملحوظ في انتشار العمالة بين الاطفال الذين تتراوح اعمارهم بين ثمانية اعوام الى خمسة عشر عاما وخاصة بين الاطفال الناجحين من المناطق التي كانت تحت سيطرة داعش الارهابي ويقيمون حاليا في مخيمات النزوح في محافظات اقليم كردستان الطفل وعد نازح من الموصل يختزل معاناته وظروفه التي اجبرته على العمل في سن مبكر لمساعدة ذويه في توفير ابسط مقومات العيش بهذه الكلمات بطلت من المدرسة جاينا عربية سنتين نصر هي تشتغل وانا الهل عيش هل وابوه منظمات انسانية اكدت ضرورة رعاية الايتام ومحدودية الدخل مطالبة الحكومة بتوفير فرص عمل مناسب لهؤلاء الاطفال ومنحهم حقهم في التعليم بصراحة موضوع احتواء هؤلاء الاطفال والتخلص من حالة العمالة الاطفال هو ايجاد اما ايجاد فرص عمل لهؤلاء الاطفال وكذلك رعايتهم هناك رعاية لموضوع الايتام وموضوع قليلية الدخل ممكن انه تتبنى الحكومة المركزية بايجاد حلول هؤلاء الاطفال عن طريق فرص العمل او عن طريق زجهم في مدارس التعليم وتوفير لهم فرص عمل في هذا المجتمع حياة النازحين الصعبة والمأساوية تفرض واقعها على الصغار والكبار فالظروف قاسية على الجميع وهو سمير نازح من الرمادي يعمل في بيع الاكياس البلاستيكية من الصباح الباكر وحتى ساعات المساء الاولى للتوفير لقمة العيش الحاف لأسرته ظروف النازحين في اقليم كردستان صعبة للغاية واكثرها صعوبة ظاهرة العمالة بين الاطفال هي قضية نرفعها الى الجهات المسؤولة ترجمة نانسي قنقر